محاربة التطرف فتح باب الحوار بين الأديان من الشرق والغرب وتعزيز التسامح بين الأديان هو أبرز عنوين وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب في إطار الحدث التاريخي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم أعلن عن جائزة الأخوة الإنسانية في دورتها الأولى ومنحها للبابا فرانسيس وشيخ الأزهر أحمد الطيب باسم حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الطيبة في هذا اليوم التاريخي سنواصل معكم حمل راية الأخوة الإنسانية ونتعهد بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى جعل المنطقة والعالم مكانا أكثر سلاما وتسامحا شيخ الأزهر أحمد الطيب أكد أن وثيقة الأخوة ولدت في لقاء سابقا مع البابا فرانسيس مشددا على أن كافة الأديان الإلهية بريئة من الجماعة الإرهابية وكان أبرز ما تسالمنا عليه هو أن الأديان الإلهية بريئة كل البراءة من الحركات والجماعات المسلحة التي تسمى حديثا بالإرهاب كائنا ما كان دينها أو عقيدتها أو فكرها أو ضحاياها أو الأرض التي تمارس عليها جرائمها المنكرة فهؤلاء قتله وسفاكون للدماء ومعتدون على الله ورسالاته وأن على المسؤولين شرقا وغربا أن يقوموا بواجبهم في تعقب هؤلاء المعتدين والتصدي لهم بكل قوة لحماية أرواح الناس وعقائدهم ودور عباداتهم وحمايتهم من جرائمهم بدوره البابا فرانسيس أمل بأن تكون الوفيق المشترك بداية لسلام تنعم به البشرية لا يمكن لأي شخص أن يبرر العنف باسم الدين وأعرب عن تقدير الالتزام الإمارات بمنح حرية العبادة وضمانها في مواجهة التطرف إن استعمال اسم الله لتبرير الكراهية والبطش ضد الأخ هو تدنيس خطير لاسمه لا وجود لعنف يمكن تبريره دينيا وكان ولي عهد أبو الضبي الشيخ محمد بن زايد النهيان قد استقبل في القصر الرئاسي بالعاصمة الإماراتية البابا فرانسيس الذي شكر دولة الإمارات طالبا لقيادتها وشعبها بركات السلام والتضامن الأخوي كذلك شارك البابا فرانسيس في الاجتماع الذي عقده مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر في إحدى قاعات جامع الشيخ زايد الكبير حيث أعرب بابا الفاتيقان عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع وبتواجده في مسجد الشيخ زايد الكبير الذي يجسد رسالة سلام وتعايش لكل العالم ترجمة نانسي قنقر